السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم القصة اليوم صارت بالعراق وتحديدا أكثر بالعاصمة بغداد القصة تتكلم عن أستاذ جامعي ترك أثر كبير في المجتمع اللي كان ساكن فيه في بغداد القصة هذه صارت عام 1985 شنو صار فيها؟ وليش يعني الآن جالسة أتكلم عنها شنو اللي حصل في هذي السنة حق هذا الأستاذ وهل يعني القصة لهالدرجة يعني أخذت ضجة لدرجة إن الكلي تناولها تعالوا نتعرف على تفاصيل القصة كان فيه دكتور اسمه ضياء نوري الموسهوي مواليد عام 1934 الدكتور هذا كان جدا جدا مشهور بذكاءه وكانوا أهله وعائلته والأقربين منه متأكدين إنه بيكون شيء في المجتمع لأنه منه وهو صغير راح يكون صاحب مستقبل باهر وراح يكون فعال في المجتمع وفعلا الدكتور ضياء دخل كلية الطب بجدارة هذه الكلية في ذاك الزمن مو بسهولة الواحد يعني يقدر يدخلها أو القبول يكون سهل طبعا في أغلب الجامعات أول القبول صعب فما بالكم في العراق يعني جدا جدا صعب يعني المنافسة كثيرة واللي يدخلون الطب أكيد إنهم داخلينها بجدارة المهم إن هذا الدكتور ضياء كان من الأوائل على دفعته وظل فعلا يدرس يجتهد يعني يحفر الصخر بتعليمة لحد فعلا ما الله يعني بشره بدال جهده وتعبه بعد ما اتخرج من الكلية ويحمل شهادة الدكتورة الدكتور ضياء كان شخص جدا جدا زين ما كان أبدا يرفض إنه يساعد أي شخص يحتاجه وكان جدا محبوب وعنده قبول مع الجميع وخصوصا إنه هذا الدكتور كان حليم طيب وحتى عنده ذرابة في الحديث مع الناس يعني الأشخاص اللي بيتكلمون وياه ما يتخوفون إنه والله بيعصب أو بيضايق أو حاجة أبدا لأنه كان عندك رزمة وكان يجذب الآخرين منه المهم مثل ما قلت لكم اتخرج من كلية الطب بتخصص الطب العدلي أو الطب الشرعي اللي احنا نسميه الآن لما يكون في جسد وفي دكاترة بالمشرحة قاعدين يعني يشرحوا حتى يعرفون شنو سبب الوفاة الدكتور ضياء كان واحد من هذول الدكاترة المتقنين في عملهم والمتفانين جدا وما كان يعني شخص عادي وإنما كان معروف بتفانيه في العمل لدرجة أنه كان مشهور بمهارته وبمجاله فبالتالي كثير يعرفونه وكثير يحترمونه كان أيضا الدكتور ضياء بحكم مثل ما قلت لكم القبول صعب فبالتالي اللي يتخرجون من كلية الطب قليل فيستعينون فيه عشان يدرس في كلية الطب هناك وين كان يدرس؟ يدرس بكلية بغداد أو جامعة بغداد هذه جامعة كانت جدا جدا مرموقة واللي تخرج منها ناس كثيرين ومشهورين وكثير ناجحة هذه الجامعة يعني مستحيل أي أحد يدخلها إلا مثل ما قلت لكم يعني عنده معدل جدا جدا عالي وأيضا مستحيل يقدر يجتازها إلا لما يكون جدا جدا شاطر طبعا أنا أتكلم لكم في ذلك الوقت الآن ما أدري الدكتور ضيا ترك بصمة كبيرة جدا بهذه الكلية لدرجة أن الكل يعرفه أن هذا الدكتور دائما إذا جاي تكلم كلامه جدا مهم ومفيد في مجال التخصص أو الدراسة عشان كذا ما يقدرون الطلبة أبدا يفوتون محاضراتها لأن المحاضرات يعني يستفيدون منها بالمجال التعليمي وبالمجال العادي اللي عام يعني في مجال حياتهم فما يفوتونها مثل ما قلت لكم واللي كانوا يحضروها مو بس طلابه لأنهم مثل ما تقولون مجبورين عشان علاماتهم مثل ما احنا شايفين لا كانوا يحضرونها الطلاب الأقسام الثانية والطلاب اللي مو مسجلين أصلا بالمحاضرة هذه يعني بالمختصر كان عليه إقبال كثير كثير قوي لدرجة أن الناس كانت تروح مثل ما قلت لكم وتحضر محاضراتها أو حتى ما في محل في القاعة يقعدون برا على الأرض عشان بس يسمعونها حتى اللي ما لملبق رجل مثل ما يقولون يوقف ويستمع اللي هو المحاضرة حتى لو كان في المدرج محاضراتها دائما فل ودائما يعني كلامها في الصميم ودائما الناس يعني تحب تستفيد منها وأيضا وهو محبوب مثل ما قلت لكم يساعد الناس ويتكلم مع هذا ويجذب هذا ويحكي لهم أيضا يعني يجيب المحاضرة على أسلوب قصص أسلوبها جدا جدا جميل وكذلك ممتع واللي ساعد على هذا الشيء أيضا في مجال شغلة أنه يشتغل مع الأجساد أو مع الجثث الميتة فبيشتغل بالجرائم معناته كثير قصص غريبة يعني مر فيها هذا الدكتور وتصير معاه فلما قصص مثل كذا تصير مع واحد يعني معاصر أجساد وجثث أكيد ينقلها للطلاب فكانوا أهم يستمتعون بمحاضراته ويستمتعون بكلامه ويعني نصايحه في الطب وغيره معنى كلامي أن الدكتور محبوب صح ولا لا لكن لكل واحد مشهور أو ناجح لها أعداء وفعلا مثل ما له محبين ومثل ما له يعني ناس معجبين أكيد له ناس حاقدين وحاسدين وغيرين أنه يعني طبيب وأنه له يعني مكانه مرموقة في المجتمع واللي زاد أيضا أعداد الحاقدين أو الكارهين له إن مجال عمله يكتب تقارير عن الأجساد الميتة والتقارير جدا مهمة في اللي هو الشرطة لأن تقديم هذا على أساسهم راح يعني يتوصلون للجانب كل سهولة ويامة كثير انزجة وبالسجن بسبب ملاحظاتها وبسبب التقاريرها الطبي للجسد أو الجثث اللي تكون موجودة عندها وفي تاريخ 4 مارس عام 1995 الكلية هذي قلية بغداد سوت حفل كان مو معروف يعني شنو المناسبة حقته بس كان يعني الحفل جدا جدا كبير حتى أن الطلاب جميعهم تكلموا عن هذا الحفل واللي يبي يحضر واللي يعني يستدعي أصحابه وزملاءه عشان يسمعون للمحاضرة أو للتقديم اللي بيقدمونا في هذه الحفلة تم تزيين وترتيب وتضبيط كل شي على أحسن ما يرام في هذا القاعة أو المحل اللي بيجلسون فيه اللي هو الدكاترة وفعلا الأسادة أيضا قالوا للطلاب كل واحد منهم يجيب شي معين معاه من البيت مشروب أكل أي شي يعني وبالآخر يعني يتجمعون ويعملون زي البوفي حطونا على الطاولة ويبدؤون هذا الحفل بمعايير معينة المهم هذا اللي صار فعلا قاموا كل واحد من الطلاب وسوا يعني طبق وسوا فعلا بوفي وكان الجو جدا جدا ممتاز في هذا الوقت وأيضا طلاب لابسين ملابس كثير حلوة وقاعدين يتصورون ومبسوطين في هذا اليوم يعني ما في أبدا مشاكل لكن فجأة وبدون أي مقدمات سمعوا صوت غير عن الأصوات اللي يسمعونها من الأسادة أو من الطلاب أو يعني في الجامعة لأنه كان لازقة قدام اللي هي القاعة غرفة هذه الغرفة قاعدين فيها ست أسادة وفي هذه الغرفة صار فجأة صوت صراخ كثير وقوي ومع هذا الصراخ والناس بدأت تخاف وتتصارخ شنو هالأسباب اللي يعني صادرة من غرفة الأسادة معقولة شنو صاير وبدأوا الناس يعني ينزعجون وضجة صارت وبدأوا يستدعون المنظمين للحفل الإسعاف فبعضهم ما هم عارفين شنو اللي صار في هذا الوقت أو في هذا المكان الناس تطايرت والإسعاف قاعدة يعني تبي تدخل بسرعة وصراخ مثل ما قلت لكم المهم بعد ما جت الإسعاف معارفين شنو الأسباب نقلوا خمسة من هذولة الستة على المستشفى الاستاذ السادس اللي درسهم ما كان صار لأي شيء أبدا الحمد لله كان فقط خمسة اللي موجودين وهم اللي انصابوا وأربعة منهم حالتهم عادية الحمد لله بس الخامس كانت حالتها جدا جدا خطيرة الكل كان مصدوم معارفين أيش اللي صابهم وشنو الأسباب اللي خلت هذا اللي هو الخامس فيهم يصيبه يعني حالة خطيرة شنو السبب اللي فهموه الطلبة ان الدكتور ضيا فجأة وهو يشرب عصير صرخ بأعلى صوته وطلب من الأسادة اللي ويا ما يكملون شرب العصير لأن العصير مسموم هذا الخبر اللي سمعاه الطلبة والمنظمين للحفل وأيضا أسادة وغيرهم كانوا في صدمة ما هم عارفين شنو الأسباب اللي جيب هذا العصير المسموم في بطون هذولا الأسادة ما في أي معلومات تدل على الأسباب والدوافع المهم بعد ما ظلوا هذولا الخمسة في المستشفى سوى لهم غسيل معده والحمد لله مثل ما قلنا طلعوا أما الأستاذ الخامس وهو اللي كان على الأجهزة هذا الأستاذ كان وهو ضياء المسوي لكن شنو اللي صار في ذاقي اليوم اللي صار انهم كانوا يشربون على العصير اسمه عصير مشن ما أدري أول يعني ممكن عصير برتقال بس إنه غازي المهم فجأة الدكتور ضيا صرخ عليهم وقال لهم لا تشربون من هذا العصير مسموم وهو الوحيد اللي كان شارب كمية كبيرة جدا من العصير لأنه كان عطشان وعلى طول زغمة مثل ما يقولون زغمة واحدة ووصل لنص تقريبا من هذا العصير أما الباقي ما مداهم يعني حتى يشربون إلا هو صرخ عليهم الدكتور كان حاس بحرقة أول ما شرب العصير فعلى طول حس إنه هذا مسموم وبدأ يصرخ عليهم وينبهم إنهم يوقفون لا يشربون لأنه عارف إنه هذا العصير مسموم ويعرف الأعراض أو المسببات حق العصير المسموم أو السم شلون أول ما يبتدي يدخل إلى جسم الإنسان هذا الدكتور فعلا أنقذ حياة هذولا الدكاترالوية السؤال هنا المحير مين يقدر يتجرأ ويسوي هذا الفعل ولا حق أسادة يعني ما يسوون لهم حاجة غير إنهم يدرسونهم مين هذا الطالب اللي له الجرأة يسوي هذا الغدر والخديعة وشنو الأسباب فعشان يتعرفون الشرطة على الدوافع والأسباب أكيد أول شيء أخذوا العصير لأنه فعلا تأكدوا إنه مسموم وكان فيه مادة كيميائية محاطينها في هذا العصير وهي طبعا مادة من أكثر المواد خطورة لأنها تأثر على خلايا الجسم وتمنع إنه يستقبل الأكسجين وعلى طول يختنق الإنسان من الداخل هذه المادة جدا خطيرة وعليها يعني بعض الخطوط الحمرة ما يتجاوزونها في استخدامها وتشديد كثير قوي من اللي هي المصادر الحكومية بدأوا التحقيق من أول ما نقلوا الأسادة مثل ما قلنا للمستشفى الطلاب كل واحد كان حاضر هذه الحفلة يوم الحادث كلهم كانوا متفقين إن الأستاذ ضيا استاذ جدا محبوب ومحترم وما له أي مشاكل ولا له أي عدوات مع أي أحد هذا الكلام اللي صعب الموضوع عند الشرطة من وين يعني تنبش عن الموضوع ومن وين تبتدي خصوصا إن الشخص المصاب واللي بين الحياة والمات وهو اللي ما له عداوة ولا له مشاكل مع أي أحد يعني من الطلاب ولا بين خلافات ولا بالدرجات ولا غيرها فهنا بدأوا يكملون التحقيق مع الباقي لحد ما اكتشفوا إن أكثر من ثلاث طلاب تكلموا وقالوا نفس الكلام كلام متطابق هذول الطلاب أيضا قالوا إن الدكتور ضيا شخص محترم ويحبونه وما عليه أي غلط بس شاكين إنه في بنت هذي البنت طالبة معاهم بنفس الكلية وقالوا إنها إيه مريضة نفسيا وعليها حركات جدا غريبة تبتسم بعض الأحيان وتصيح بعض الأحيان وشاكين إنها إيه اللي سوى تسممت هذول الدكاترة الشرطة انلفتت انتباههم على موضوع هذي البنت جابوا البنت يحققون معاها البنت هذي اسمها مي وأيضا إيه طالبة بكلية الطب أول ما حقق وياها كانت متزنة وكانت وقفة في حالها وكانت تتكلم عن الدكتور ضيا بكل حب وكل يعني أهمية وبكل احترام وتقدير وكانت تقول إن عمرها ما فوتت حق هذا الدكتور ولا محاضرة وكانت فعلا تحب محاضراتها بشكل جدا جدا كبير وإنها أصلا زعلانة على اللي صار عليه وقالت لهم أيضا إنه ما لها أي علاقة باللي صار مع الأسادة الباقي ولا حتى عندها أي شك بأي أحد يعني سوى هذا الفعل هذه مي عراقية ومن عيلة جدا جدا ثرية وكذلك معروفة وأيضا لها صيت ولها يعني مركز مرموق جدا في المجتمع مي كانوا أهلها ملاحظين منه صغيرة إنه يعني سلوكياتها مطبيعية يعني مو مثل باقي الأطفال يعني ساعة عنيفة ساعة انطوائية تظلل حالها لكن على طول يعني من أحد يقترب منها أو يكلمها تصرخ في وجهها وتعنف اللي يمها وأيضا كانت دائما هذي ما يتلعب لوحدها ومع حالها يعني ما تتقرب من أي أحد لكن هذا ما يخلي أهلها إنهم يتهموها بالجنون أو إن في شيء صير فيها أبدا بدوا يتعاملون معاها بطبيعية وعلى طول يعني فعلا درست وكملت تعليمها ودخلت الطب فهنا حققوا وياها بشكل أكبر ومع المحيطين لها يبون يعرفون الشرطة شن الأسباب وهل لها يد في تسمم هذولا الدكاترا ولا لا أهلها كانوا من شدة إنهم يبونها تكون شيء في المجتمع كانوا يكتفون لها التعليم ويخلونها بالغصب بالجبر تدرس عشان تصير شيء في المجتمع وتصير طبيبة هذا أقصى حلمهم ما كانوا مهتمين على قدر إنها تدخل الطب إنها تكون سليمة أو صحية من الناحية النفسية وفعلا هذا اللي صار لما دخلوا بنتهم بأحسن المدارس وطلعوها أيضا من أحسن المعاهد لحد ما وصلت البنت إلى كلية الطب يقال إنما دخلت الطب عن طريق الواسطة بحكم الفلوس والرشوة وكذلك المركز والصيد صيد أهلها المعروف في مكانة جدا مرموقة من السلطة طبعا كل اللي عليهم سووا ودخلوا بنتهم كلية الطب لكن كل اللي عملوه ما ضبط مع هذه البنت المهملة الكسولة لأنها كانت ترسب سنة ورا سنة ورا سنة وعلى هذا المنوال يعني كانت تطلع من السنة هذه الدراسية جدا جدا بصعوبة فعشان كذا كانت محيحة مثل ما يقولون في الكلية المهم في هذه الأثناء سلوك همي ما كان طبيعي وكانت نظراتها جدا جدا مريبة وتخوف وغريبة وما كانت مريحة أبدا فكانوا طلاب اللي يعني وياها يتجنبوا الحديث معاها ودائما يتهربون منها ولما كانت يعني اطلع فيهم كأنها تبي تتكلم أو تقول لهم حاجة الظل ساكتة وكأن في شي تبي تقولها ما هي قادرة تتكلم وطبعا مثل ما احنا عارفين أن الكلية أو الجامعة فيها كثير من شتى طلاب فبالتالي في بعض الطلاب يتجنبوها في بعض الطلاب يتنمرون عليها وكانت مثل ما قلت لكم ما هي مرتاحة فما تحضر كثير من المحاضرات وتطنشها وعشان كذا كانت ترسب هذا أيضا سبب إضافي أنها يعني كانت جدا كسولة وكانت مهملة وكانت جدا بليدة في المحاضرة ولا تحضرها الوحيدة اللي كانت تجي من بداية المحاضرة للنهاية هي محاضرة الدكتور ضيا الشرطة ظلت تحقق معاها وتكثف تحرياتها بشكل أدق فبدأت تدرس مستواها الشخصي ومستوى عائلتها ومستوى الكلية وكذلك مستقبلها وماضيها والحاضر وكل شيء عن هذه البنت فتشت فيها الشرطة كل شيء ما تتخيلونه دخلت في تفتيش الشرطة لأنه مستحيل يكون أكثر من شخص شاك فيها والكل يتكلم عنها وإيه بريئة ولا سوت حاجة عشان كذا الشرطة كانت قاعدة تفتش كثير عنها ويعني كأنها تدرس الحالة حقتها وخلال هذا الوقت اللي كانت فيها الشرطة تدرسها وتفتش عنها فبدأت تسأل الطلاب وتكثف التحقيقات إذا شافوا شيء غريب على هذه مي خصوصا يوم الحفلة ومع هذا كله كانت مي لسه يعني توها تحت التحقيق وقاعدين يضغطون عليها ضغط ما تتخيلونه لحد ما انهارت البنت وقالت لهم أنا راح أحكي لكم كل شيء بس أهلي يكونون موجودين فالشرطة تواصلت مع أهلها وقدر واحد من أهلها يكون موجود في وقت اللي هي التحقيقات عشان إيه تحس بالأمان لأنه كان وضعها النفسي جدا جدا منهار بس قبل ما أقول لكم نهاية التحقيقات ولوين توصلت في تاريخ 1985 الدكتور ضيا شالوا عنا الأجهزة وتوفى باللي سمونا الموت الرحيم شافوا إنه ما في فايدة يضل على الأجهزة أكثر من كده وأيضا مي لما ارتاحت قالت لهم إنه إيه فعلا التحقت بكلية الطب وهناك ما كان عندها أي أصدقاء وحاولت إنها تجذب أصدقاء بالطريقة الثانية إنه والله أنا عندي فلوس أنا عندي جاه أنا عندي منصب أنا طيبة أنا حليوة وراح أعطيكم وراح أسوي لكم عشان تجذبهم وتكسب الصداقة بهذا السلوك وكانوا الطلبة يبعدون عنها ولا يحبون إنهم يقتربون منها وفوق كذا كانوا يتنمرون عليها يعني ما شافت نتسوي لهم وحتى خدمتهم أبدا أي يعني فايدة هذا اللي خلاها تنعزل وكانت يعني ما تحب تحضر محاضرات أبدا لأنه مثل ما قلت لكم دائما تحس إنها منبوذة إلا المحاضرة الوحيدة اللي كانت تتحبها إيه محاضرة الدكتور ضياء كان يعجبها وكان كثير أسلوبة وطريقتها وإلقاءها يعني اتحبب الجميع لأنه أيضا في أثناء سرد المحاضرة يدز قصة أو قصتين عن طريق يعني خبرتها في اللي هي الطب الشرعي فكانت تتحب شخصيته وخلال هذه الفترة كانت مثل ما قلنا دائما باستمرار مع هذا الدكتور وعلى محاضراته وفي هذه الأثناء يجي أستاذ جديد على الكلية هذا الأستاذ كان يدرس مي وهو كان أستاذ إداري وكان شخص كثير مرح وحبوب وقريب جدا جدا من الطلاب أي أحد من الطلبة يطلب منه حاجة على طول إسادة فلثت نظر هذا الرجل اللي هي مي وكانت تطالع فيه بنظرات إعجاب يعني وهو هذا الرجل ما انتبه لها وإيه دائما تلمح له وتغمز له وتسوي له حركات اللي أول شنون يغازلون وهو يعني يطالع فيها ولا يعطيها أي مبادرة أو أي حتى تجاوب من عنده لكن بعد فترة قدرت إنها يعني تتعرف عليه وبعدها صار بينهم مودة ومحبة فصاروا فعلا أصدقاء وبعد ما صاروا أصدقاء صار بينهم علاقة حب اتفقوا فيما بينهم إنه يوم من الأيام راح يتزوجون مي مع هذا اللي هو الرجل أو الدكتور أو الإداري اللي جاي عندهم الخبر هذا أو الاتفاق انتشر انتشار كبير وسريع جدا في الجامعة فمثل ما قلت لكم بما أن الطلاب كلهم عرفوا فبدأوا يسألون هذا الأستاذ وكذلك مي متى راح تصير خطبتكم ومتى راح تتزوجون ومتى راح تعلنون عن علاقتكم هذه فكانوا يسببون ضغط كثير كبير على هذا الرجل وعلى مي فكانت مي في الحقيقة تفرح لكن بعدها تروح وتسأل فعلا متى راح نتزوج متى تكون هذه العلاقة بشكل رسمي يعني متى راح تخطبني وكان هو ينضغط ويقول لها بعدين هذه العلاقة بلت مدة مبسيطة بعدين من الزن عليه وبدأت تقول لها لازم تجي تخطبني بأي وسيلة ولازم تتقدم لي بشكل رسمي وبآخر مرة لما شافتها قالت لها شلون يعني كل مرة أقول لك كنت ما ترد علي متى بتجي تخطبني متى بتجي يعني اتوطد هذه العلاقة بشكل رسمي فإوه هنا تعب وقال أوه ترى ضايقتيني انتي فبدأ يصدمها وقال لها ان ما يبيت زوجها وان اصلا علاقة وياها مو عجبتن العلاقة بشكل جدي لأنها باختصار مو ايه الانسانة اللي يبيت زوجها وهذه العلاقة زيها زي باقي العلاقات يعني اللي اهو مر فيها فقال لها اتعرفنا صحيح على بعض لكن ما ضبطت العلاقة ما احس انك انتي راح تكونين زوجتي وقال لها انا ما قديتك ولا لمستك ولا سويت لك حاجة خلاص انوقف هنا وكل واحد يروح في حال سبيلة هنا ما قدرت هذه البنت انها تستوعب الكلام انهارت وانصدمت ان شنو انت تتكلم عارف شنو معنى لما تلعب بمشاعري بحد ذاتها يقهر فلما سمعت هذا الكلام مثل ما قلنا كلام مؤذي بشكل جدا ما ينصف قدامها وخصوصا انها حاطة كل امالها وكل توقعاتها ان هذا الرجل راح يجي ويخطبها في يوم وليلة حسسها انها ولا شيء وانها خلاص لازم نقطع العلاقة فايهي ما كانت قابلة انها اصلا تقتنع او تصدق هذا الكلام اللي كان يحكي لها هذا الرجل او هذا اللي هو الاستاذ فبدت هنا هذه البنت مونة تبدأ منحة ثاني منحة الانتقام منحة الحقد والكره والغضب حق مين حق هذا الاستاذ اللي حبته وبدت غيرت مي تصير جدا جدا عنيفة اقصى مداها لدرجة ان اي احد يسألها عن هذا الموضوع على طول تقوم وتصارح وتغلط على الاول والتالي لحد ما ان في احد سألها وقامت ومغطت يدها وضربته تكرر هذا الفعل والادارة كانت تسامحها مرة مرتين ثلاثة بحكم يعني مركزها بحكم نفوذها واسم عيلتها لكن ما يوصلت فيها الدرجة جدا جدا كبيرة من العنف ومن الاضطهاد ومن الصراخ يعني عدم السيطرة على الانفعالات حقتها وزيادة عن كذا كان الضرب اللي تضربه للطلبة ضرب يعني كأنه يودي بالموت ضرب كثير كثير قوي فهنا الادارة ما قدرت تسكت مع الشكاوي للطلاب والطالبات عن هذا الموضوع ونقلتها الى مجلس تأديبي المجلس التأديبي بدأ يتفاوضوا اياها مي ما سكتت وكانت كثير كثير عنيفة معهم عشان كذا الادارة قررت انها تفصلها بشكل نهائي عن هذه الكلية مي في الحقيقة ما فرق معاها هذا الموضوع لانها اساسا هي داخلة بسهولة هذه الكلية عشان اهلها وفي الحقيقة ايهي فرحت ليش لانها بتقول لها لها انه خلاص الكلية ايهي اللي طردتني ما تلوموني انا يعني فلم لمت اغراضها وراحت فعلا على البيت وجلست هناك وانصابت بحالة اكتئاب فترة معينة وبعدين سمعت ان في حفلة هذه الحفلة راح يجون فيها جميع الطلبة والطالبات ويعني راح يلبسون ملابس عادية مو ملابس حق الجامعة ففعلا قامت ولبست وراحت على الحفلة ما حد كان يدري انها راح تحضر لان الحفلة مسموح يحضرون فيها اي احد فما حد دقق مين دخل ومين طلع وهل هذه مطرودة او هذه يعني مسموح لها تدخل فايهي بما انها يعني هذه فرصة لها انها تروح وتقابل هذا الاستاذ فقامت وجابت معاها عصير برتقال غازي وحطت في شنطتها فهنا كانت تراقب كل الموجودين ولما تأكدت ان الكل مشغول دخلت على المختبر واخذت هذه المادة السامة وحطتها في العصير الغازي وبعدين حطتهم على الصينية ست علب وعطتهم حق رجل وقالت له ان لازم يدخلها هذه تقديم حق الاسادة اول ما يقعدون او يعني ضيافة لهم وفعلا كان هدفها ان الرجل اللي تحبه او الاستاذ وهو يشرب منها ويموت هذا وهو هدفها لان حرك قلبها وكسر يعني شوكتها وخلاها ما تسوى شيء قدام الطلاب يعني في الحقيقة ما كانت ايهي تستهدف الدكتور ضيا لما خلصت اعترافاتها الشرطة فاجأوها وقالوا لها ان انبشرك الرجل اللي انتي متقصدتنه وهو الوحيد اللي ما شرب من هذا العصير فهنا انصابت باحباط وقامت في صيح وتبكي وهو حبيبها اللي نجا بعجوبة يعني ما شرب ولا حتى لمس العصير شوفوا القدر مقلت لكم ان السادس ما رحوا اياهم المستشفى هذا هو اللي كانت تحبه وهذا اللي كانت قصدتنه انت موته بغت تنجن مي لما عرفت كلها البلاوي اللي سوتها وفي الاخير ما صابه شيء اهي وين راحت اهي انحكم عليها بالاعدام لان الرجل راح ضحية العصير هذا رجل ما له ذنب اللي هو الدكتور ضيا اما اللي متقصدتنه ظل ما زال في مكانتا وفي يعني مركزه مدرس في الجامعة شفتوا قد ايش رب العالمين وين حطها في شر اعمالها المهم نقلوها مي على المحاكمة ونحكم عليها مثل ما قلنا بالاعدام لكن اهلها بحكم مركزهم وحنا نعرف يعني معلش بدون زعل ان اول يعني ما في سيطرة على الاحكام يحكمها الوسطات والمعرفة والجاهية وغيرها فحطوا اهلها محامين من داخل البلد ومن برا البلد بس عشان يطلعوها من حكم الاعدام القاضي باول محاكمة حكمها بالاعدام بعدين عملوا استئناف وسووا المستحيل حتى يعني يطلعون هذه البنت مي انها مريضة نفسيا وايضا عرضوها على دكاترا ورشاوي وغيرها فعلا الدكاترا حطوا تقرير الكل اثبت انه عندها اكثر من مرض نفسي عشان كده انحكم عليها بالمؤبد ومثل ما قلت لكم بسبب مركز اهلها وسيطرتهم عشان كده خففوا الحكم عنها والغريب في الامر ان هذه البنت مي مؤبد صحيح لكن مش بالسجن مؤبد بمصحة نفسية وجالسة وماكلة ومرتاحة وايضا في هذه الاثناء كثير اشاعات طلعت عنها انها اهي اساسا ما انحبست وراحت هربوها على الاردن بس المصادر ما هي اكيدة مية بالمية يقال ان مي كانت تبي تتواصل مع اهلها بس الشرطة كانت فاوينة الاخيرة منع هذا الشي تماما لدرجة ان اهي كتبت رسالة ووصلت هذه الرسالة لأهلها اهلها لما قروا وفهموا ان اهي مفكرة ان اهلها ما يبون يزورونها وكانت في هذه الرسالة تترجاهم انهم يعني يجون ولا يتخلون عنها وانها وحيدة بروحها في السجن واهلها كانوا جدا جدا غضبانين من تصرفاتها خصوصا لما نكست راسهم بجريمة طبعا في تعليقات ثانية وخصوصا من اهل المغدور ضيا يقولون لا كلام ثاني مي مدسوسة من عصابة سياسية اهم اللي دسوا مي عشان تحط السم حق الدكتور ضيا عشان تقتله الاسباب مثل ما قلت لكم سياسية ولا في حبيب ولا غيرها مي كل هذا اللي سوته بسبب صرامة وبسبب العنف اللي سوون معاها اهلها لكن الحزن لا زال عند اهل المغدور ضيا بسبب انه كان انسان حط بصمة في المجتمع ولان دكتور والدكاتر اول قليلين في العراق ما كان يعني بهذه الكثافة مثل الان فبالتالي الى الان اهل المغدور يقولون لا الكلام هذا غير صحيح وانه سبب مقتل الدكتور ضيا اسباب سياسية وانه هذه مي فقط شماعة عشان اهم ما يعتقدون انه في ضلع سياسي حق تصفية الدكتور ضيا لانه كان اهو تبع حزب معين يعني معارض جهة معينة الله اعلم هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو